بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين قسم العلوم العامة للعام الدراسي 2019-2020 الصف الثالث إعداد الأستاذ خالد زكريا معلم العلوم للصف الثالث بالمدرسة الله بالأعزاء قبل أن نبدأ الشرح إن كنت لم تشترك في قناة مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين على اليوتيوب حتى الآن هيا معي اشترك في القناة بالضغط من هنا وكذلك فعل الجرس بالضغط من هنا ليصلك كل ما هو جديد على قناة مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين وجزاكم الله خيرا هيا معا ننتقل إلى الدرس اليوم إن شاء الله سنقوم بعمل تدريبات ومراجعة على وحدة الصخور واستخداماتها هيا طلاب الأعزاء نبدأ معا بحل الأسئلة السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما يلي ألف أي خصائص الصخور التي نعتمد في التعرف عليها على نسبة الفجوات بالصخر هل هي المسامية القساوة النسيج أي الصفات التي نتعرف عليها بالفجوات من يجيب من يشارك معي أسمى أحد الطلاب يقول يا أستاذ صفة النسيج طبعا إجابة خاطئة النسيج هي وصف لحبيبات الصخر وحجمها الصفة التي تعتمد على الفجوات هي المسامية سؤال باء السبب في اختلاف ألوان الصخور عن بعضها اختلاف حجم الحبيبات اختلاف المكونات اختلاف شكل الحبيبات ما الذي يؤدي أن الصخور تكون مختلفة في ألوانها من يجيب من يختار الإجابة الصحيحة نعم أسمع أحد الطلاب يقول الإجابة بي اختلاف المكونات عندما تختلف مكونات الصخر إجابة صحيحة تختلف ألوان الصخور سؤال تا ما خصائص الصخر الذي يفضل استخدامه في عمل النافورة المنزلية النافورة الموجودة بالمنزل أن تكون مساميته منخفضة مساميته كبيرة كساوته منخفضة من يجيب من يختار الإجابة الصحيحة نعم أحد الطلاب الممتزين يقول يا أستاذ تكون مساميته منخفضة لماذا تكون مساميته منخفضة حتى لا يتأثر بالماء النفورة المنزلية يكون بها ماء بفترة كبيرة وقساوته لو كانت قساوته منخفضة سيكون صخر ضعيف ويتكسر ولا يستمر معنا ننتقل إلى السؤال ف ما هو الناتج من عملية التجوية والذي يتكون منفتات الصخور بشكل أساسي هل هي الطربة التعرية الحفريات هذا سؤال سهل من يجيب ما الناتج من عملية التجوية نعم الاختيار ألف إيه وهي الطربة الناتج الأساسي من عمليات التجوية هي الطربة سؤال جيم ما هي خصائص الصخر المستخدم في تغطية أرضيات الحمامات والمطابق الصخر الذي نغطي به أرضية الحمام وأرضية المطبخ هل قساوة ومسامية مرتفعة قساوة ومسامية منخفضة قساوة مرتفعة ومسامية منخفضة من يعرف طلاب الأعزاء هذا سؤال للأذتياء من يشارك ويجيب من يعرف أسمع أحدهم في آخر الصف يرفع يده أمام الجوال أو أمام اللابتوب الخاص به ويقول أنا أجيب تفضل طالب العزيز يقول أسمع إجابته إجابة صحيحة نعم يقول يا أستاذ الإجابة C قساوة مرتفعة ومسامية منخفضة قساوة مرتفعة حتى يتحمل الضغط عليه ومسامية منخفضة حتى لا يتأثر بالماء جزاك الله خيرا طالب العزيز أن تطالب رائع وممتاز هيا معا ننتقل إلى مجموعة أخرى مجموعة أخرى من الأسئلة السؤال الثاني صف مسامية الصخور المستخدمة في رصف حواف برك السباحة حواف برك السباحة هنا ما يوجد حولها صخور ما صفات هذه الصخور من ناحية المسامية هل مسامية مرتفعة أم منخفضة من يقول نعم مسامية منخفضة حتى لا يتأثر بالماء لو كانت المسامية مرتفعة سوف يمتص الماء الموجود بالبركة وسوف يفسد الصخر وكذلك البركة لن تكون بها ماء على مر الوقت إذن تكون مسامية منخفضة حتى لا يتأثر بالماء السؤال الثالث قارن بين الصخرين التاليين حسب الجدول لديك صورة صخرين سنقارن بينهما حسب اللون والقساوة والاستخدام هذا الصخر هو صخر الجرانيت وهذا الصخر هو صخر الجبس صخر الجرانيت اللون يبدو أنه متعدد اللون يبدو أنه به ألوان بيضاء وسوداء وبعض الألوان الزهرية إذن فهو متعدد الألوان أما هذا فهو لون واحد أبيض اللون لا يوجد به إلا لون واحد القساوة هذا الصخر يبدو أنه قاسي هذا الصخر يبدو أنه قسوته مرتفعة فهو صخر قاسي أما هذا الصخر الأبيض يبدو أنه قسوته منخفضة فهو صخر هش إذن ننتقل إلى الاستخدام ما استخدام هذا الصخر؟ هذا الصخر استخدامه في تغطية أرضية الحمامات والمطابخ لأن قسوته مرتفعة ويبدو أنه مساميته منخفضة لأنه لا يوجد به فجوات على سطحه إذن يستخدم في أرضية الحمامات والمطابخ أما هذا الصخر أبيض اللون قسوته منخفضة فهو هش يسهل تشكيله أين يمكن أن نستخدمه ونلاحظه في المنازل؟ من يقول هذا يكون موجود في المنازل في أماكن تعطي أشكال جميلة من يقول نعم أسمع أحد الطلاب يقول يا أستاذ في عمل ديكورات أسقف المنازل أسقف المنازل التي يكون بها بعض الديكورات الجميلة تكون من هذا الصخر بالذات لماذا؟ لأنه أبيض اللون قسوته منخفضة فيسهل تشكيله شكرا طلاب الأعزاء على المشاركة والإجابة بشكل صحيح وفاعلية عظيمة السؤال الرابع ما خصائص الصخور التي تحتاج إلى مدة زمنية قليلة لتتغير بعامل الرياح؟ من عوامل تغير الصخور الرياح ولكن هل الرياح تؤثر في كل الصخور ولا في صخور معينة؟ من يقول هذا سؤال أيضا للأسكياء؟ أسمع الإجابات؟ نعم من يجيب؟ من يجيب؟ أحد الطلاب، يا أستاذ، يا أستاذ، الرياح تؤثر في الصخور التي تكون ضعيفة، في الصخور التي تكون هشة، لأنها تكون ضعيفة، إذن تؤثر الصخور، تؤثر الرياح في الصخور التي تكون قساوة منخفضة، لماذا؟ لأنها تكون هشة، يسهل أن تنحت فيها الرياح أما السخور ذات القساوة المنتفضة القساوة المرتفعة المرتفعة جدا تحتاج إلى شيء أقوى مثل المياه أو تغيرات الطقس شكرا لكم طلاب الأعزاء وجزاكم الله خيرا وإلى لقاء يتجدد إن شاء الله مع درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا لكم